مجددا يستعد مجلس الامن الدولي للتصويت يوم الاثنين على قرار تمديد آلية ايصال المساعدات الدولية الى ملايين السوريين عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا الامم المتحدة دعت الى تمديد الالية وحذرت من خطورة تعثر التمديد وذلك وفق تصريحات للمتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك نقلتها وكالة الاناضول فريق منسق الاستجابة حذر ايضا من تبعات عدم تمديد الالية وذكر منها حرمان اكثر من مليونين وستمائة وخمسين الف نسمة من الحصول على المياه النظيفة او الصالحة للشرب وحرمان اكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي واغلاق نصف المشافي والنقاط الطبية الفعالة في المرحلة الاولى رغم انتشار الكوليرا بالاضافة الى انخفاض دعم المخيمات الى اقل من 20% وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع اسعار المواد والسلع الاساسية بنسبة كبيرة وامام هذه الارقام التي تكشف حجم الكارثة التي قد تحصل اتهم الدفاع المدني السوري في بيان اتهم روسيا باستخدام الملف الانساني لتعويم نظام الاسد واستخدام اموال الدول المانحة في اعادة اعمار مؤسساته الموقف الروسي من تجديد الية ادخال المساعدات عبر تركيا نقلته رويترز عن نائب السفير الروسي لدى الامم المتحدة ديمتري بوليانيسكي الذي اكد ان روسيا ما زالت تدرس الايجابيات والسلبيات مضيفا ان قرار مجلس الامن الحالي بعيدا عن توقعات روسيا لكنها ستتخذ قرارها الاثنين وتوجه روسيا في كل تصويت اممي حول ذلك اتهامات باستخدام ملف المساعدات الاممية الى سوريا مناسبة لتحقيق مكاسب لها ولنظام الاسد محاولة بذلك تعويمه ودعمه ماديا من الاموال الاغاثية وتحقيق مزيد من المكاسب على حساب الوضع الانساني في شمال سوريا ترجمة نانسي قنقر